خلونا حضراتكم رحب بدكتورنا الدكتور محمد حافظ الآن معنا عبر سكايب و يضعنا امام الحقيقة كاملة الآن احنا امام حيئة ما يشبه المؤامرة الآن على مياه نهر النيل وما يشبه المؤامرة ايضا على ما يحدث الآن في توشكا ولندري من صاحب القرار في هذا الموضوع دكتور محمد صباح الخيرات حالا بحضرتك كيف حالا يا نبي صباح الخير يا دكتور محمد أنا انا 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 دكتور محمد لا السالة سامح بمسلا سعدتك دكتور محمد يعني كان فيه تواصل بيننا اتكلمنا كتير في المسألة عايزين الآن نضع الحقيقة مختصرة امام المصريين ماذا يحدث في توشكا اوكي يعني انا ما برأي منسوب بحيرة ناصر فوجدت ان يوم 24 ديسمبر كان المنسوب 188% بينما ابلها بثلاث ايام كان اعلى من كده بحوالي 18 سمت طيب في 18 سمت فقدناهم من بحيرة ناصر في هذا المنسوب العالي جدا هذه 18 سمت تعني حوالي 1.3 مليار متر مكعب طب انت صرفت 1.3 مليار متر مكعب فين وانت دلوقتي عندك سدة شتوية واللي بيطلع من بحيرة ناصر للشعب المصري ربما اقل من 50 مليون في اليوم يعني انت فارضع ايامي بطلعت حوالي 200 مليون وربما اقل انا مبالغ جدا هو المفروض بيطلع 30 قول حوالي 200 مليون طب انت تبقلك تلوقتي حوالي مليار او مليار واحد من عشرة متر مكعب راحوا فين فما فيش مكان تاني لتصريف المياه من بحيرة ناصر الا حاجتين ترمبات مبارك ويجي ممكن في الاربع ايام انها ممكن تصرف لها حوالي 120-140 مليون متر مكعب والباقي بيتم رميه في مفيد تشكة هذا في وقت انت عندك فارض في بحيرة ناصر من منسوب 188 لمنسوب 182 يعني عندك حوالي واحد متر وربع تقريبا هذا الواحد متر وربع ده يكفي انك تخزن حوالي 8 و 2 من 10 مليار طب انت عندك فراغ ممكن تملاه اللي بيخليك ترمي وترمي في تشكة حوالي واحد مليار وتسبب غرق المزروعات للأهالي واللي تم نشرهم اليوم في الجزيرة وكيف ان اراضي كانت مستصلحة على مدار الثلاث سنوات تم اغراقها بالمياه بينما انت عندك حيز لزال في بحيرة ناصر ممكن يشير 8 مليار فده السؤال الكبير ايه ده ان انت تفتح مفيد دوشكة في اواخر الفيضان وتسمح بتمرير المياه وممكن ايضا ان انت مشغل ترمبات مبارك في اقصى قدرة علشان ترمي المياه من بحيرة ناصر الى دوشكة سواء عن طريق ترمبات او عن طريق المفيد بينما انت عندك حيز في البحيرة كافي ان يتسع 9 مليار فهنا فيه فيه سؤال يعني هنا فيه تعمد في اهدار المياه نعم فيه تعمد في اهدار المياه الكمية المياه التي ضعك خلال الاربعة ايام الماضية من يوم عشرين لاربعة عشرين ديسمبر هي نفس كمية المياه اللي بيتكلم عنها مدير الصندوق السيادي اللي هو رايح لابوضبي ودبي علشان يشحط منهم 3 مليار دولار عشان يعمل 21 محطة تحلات مياه اجمالي اجمالي الماضي يمكن ان تنتجه تلك الواحد وعشرين محطة تحلات مياه بحر لا يزيد عن واحد وثلاثة من عشرة مليار متر مكعب في السنة بينما انت بترمي هذه الكمية في اربعة ايام فقط لتشكت طول محمد يعني وارد وارد يكون هذا هو خطأ مثلا تقني او فني ما هو ما فيش عقل يقول ان بلد الان في عرض يعني لتر متر مكعب من المياه تهدر مليار وثلتمائة مليار متر مكعب ترمون في الصحراء يعني اضعنا امام اي تفسيرات ليه ليه حصل ده يعني ايه المياه تترين في الصحراء دي احنا في عرض لتر النهاردة مكعب ما ده سؤال اللي انا عايز اسأله لوزير الرأي الجديد يعني انا كنت افهم وزير الرأي القديم لما كان المنصوب بيوصل ل 182 كان بيرمي في تشكا لدي خلاص ما عندوش حيز تاني يعبي فيه او يخزن فيه طب انت دلوقتي منصوب البحيرة بتاعتك عند ال 188 من 10 يعني عندك حوالي متر وربع زيادة فاضي طب ليه ما ترفعش ال 182 معنى ان وزير الرأي السابق على مدار الاربع سنوات الماضية كان بسهولة جدا بيرفع ل 182 ل 182 فهدلوقتي يعني انت دلوقتي بتفتح المية وبترمي المية وبتقوص زراعات الناس وانت لازال عندك حيز كبير ده السؤال اللي انا مش عادة جاوب عليه يعني راشق يعني ده ده المفروض الوزير الرأي يسأل في ذلك ليه انت جرأت مزرعات الناس اللي هي طالعة تبكي النهاردة في الجزيرة فإنما انت عندك حيز كبير كان ممكن ان انت تستخدمه في ترزيمة الكميات طب بفتكرة دكتور هيزعه رزة مسلا ولا انه ينعملوا ايه؟ يعني الكميات اللي احنا ما بنتكلمش الصور والفيديوهات اللي طلعة بتشكلها بنكلم على يعني بحر متضفق ما بنتكلمش على كميات قليلة من المياه فالبحر متضفق ده بعد فترة قد ايه يبتدي يفقد قيمته ويمكن ايه الاهداف اللي ممكن تتحقق بوجود مثلك هزي الكميات الكبيرة من المياه بدون داعي زي ما حضرك ذكرت ما كما تتذكر حضرتك في اللقاء الماضي قلت لحضرتك ان الفيضان بيدخل على بحيرة ناصر كل سنة والبحيرة تقريبا مليانة بسبب السرقات اللي سرقها وزير الرئيس سابق من حسز الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية ففي عندك حوالي اربعين مليار متخزنين زيادة عن المنسوب اللي هو المنسوب مية خمسة وصعين هذه الارجعين مليار دي تمنع يعني انك تحجز كمية كبيرة من الفيضان فانت بقى غصبا عندك ان انت تفتح تشكة وترميها تشكة فده كان خضاء استراتيجي في التخطيط ولذلك الميال اللي بتترمي دي المفروض انها مش زايدة دي دي بديل للميال التي تم صدقها من حسة الشعر المصري سابقا لذلك هذه الميال ستكون مؤقتة يعني ان انت تخطط ان انت تعمل مزروعات وآلاف الأفدلات حول البحيرات اللي تشكة حاليا لا ده انت ممكن السماء الجاية يعني ممكن ما تلاقيش فيها غير كمية مية بسيطة جدا معضل الخفاض السنوي في البحيرة نتيجة نفازية الرمال والكلام له سريع جدا جدا وممكن بعد سنتين تلاقيها جفت ويمكن لاي مواطن ان هو ينظر على جوجل ايرت ويشوف البحيرات بتاع تشكة كانت تبقى مليانة جدا جدا وبعد سنتين مفاش نقطة مية لذلك من الخطأ الاستراتيجي ان انت تعتقد ان هذه الكمية المياسة تكون دائمة وتخطط حاجة دائمة على شيء مؤقت هذا امر دكتور محمد يعني للأسف استمعت لبعض وسائل الاعلام الاثيوبية بعض الصحفيين والمحللين خاصة انهم يعني متابعين عن قرب موضوع سد النهضة والخلافات المصرية الجانب الاثيوبي ايضا والاعلامية تساءل بل بياخدها زريعة مياه مياه وتفرد فيها في الصحراء في تشكة ولا يوجد عندها ازمة نكاس هذا ايضا على الاثيوبيا نفسها ان تاخذه زريعة ان احنا اللي بنهول فيه ان احنا ما عندنا جفاف ولا عندنا النهاردة فقر ماء فعلا كلامك سليم جدا انا بطلع على البوستات بتاعت الاخوة الاثيوبيين وهم عندهم حق يقولوا هذا الكلام ويأخذوا هذا الكلام وينشروه حول العالم يقولك شوف مصر عايزة تحرمنا من المياه عند صد النهضة وهي بنفس الوقت كتير متشكة ده لسبب خطأ يعني ممكن اعتبره خطأ وممكن اعتبره مؤامرة في انا واحد يعني ان انت تسمح به ان منصوب بحيرة ناصر يكون حوالي 180 قبل قدوم الفيضان دي جريمة المفروض ان انت كنت هفقت المنصوب ونزلت مياه لشعب المصري يزرع وفي الحالة دي لما يجي الفيضان يلاقي مكان يتخزن فيه وما تحتاجش ان انت ترمي بتشكة وبعد كده ما تحتاجش اسيوبية انها تاخد هذا الدليل ضدك فهو نوع من الغباء نداري يعني الممزوج بنوع من المؤامرة او اللا مبالاة طيب دكتور محمد دنباريح حصل زلزال يعني المعهد القومي اللي بحصل الفلكية والجيجو وفيزيقية قال انه حصل زلزال في جنوب سيناء ويعني راصدينه انه هو بقوة خمسة رختر وقالوا انه هذا الزلزال اثر على اثيوبيا الكلام ده يعني صحته وعمله ازاي اكيد طبعا حصل زلزال لكن يعني مش معتاد ان سيناء يكون فيها زلازل خصصا جنوب سيناء هل دي حاجة جديدة هل ليه علاقة بالمياه هل ليه علاقة بهندسة المياه في المنطقة ولا عند حداك رأي اخر لا اخد بقى لك معظم الزلازل الحادثة خلال هذي الايام دي بتوجه هز عندنا في جنوب شرق اسيا وبدأ بقى تسافر كقطار من الموجة الزلزالية اتجاه الشرق واتجاه الغرب تتجاه في اتجاه الشرق بالنسبة الاسيا اللي هو عند كاليفورنيا على سبيل المثال وعملت زلازل كتيرة في شمال امريكا نقدر تتجاه في اتجاه الغرب اللي هو في اتجاه مصر واسيوبيا وكلام نفسه واحدثت اول امس اثنين زلزال في اسيوبيا بقوة حوالي خمسة ونص رخطة وحديثته على الاغدود اللي هو اللي هو اسيوبيا نفسين وهذا الاغدود وصل لغاية البحر الميت فالطاقة الزلزالية انتقلت على هذا الاغدود هو الفياحة تدرب خليج السويس وهتدرب الخليج العقبة يعني يمكن بكرة او النهاردة بالليد يلاقي يقولنا خبر ان في الاغدن حصل زلزال او في البحر الميت حصل زلزال في اتطاقة لا تفنى اتطاقة بعد ما وقعت في اسيوبيا بيتمشي باتجاه للاخدود اللي هو شائل بحر المتواصل بحر الاحمر وبتطلع بقى بتدرب في الخط السويس وبتدرب في خليج العقبة فده شيء طبيعي جدا ده ملوش اي علاقة بسد النهضة لان المركز السلزال اللي هو وقع في اسيوبيا منذ يومين يبتعد عن سد النهضة حوالي 600 كيلو متر ولذلك فمفيش علاقة او فيه لا يمسل اي تهديد عن سد النهضة ولكن ما حصل يوم فيه سيناء ده من تبعيات الزلزال اللي هو وقع فيه الاخدود بتاع الفحر الاحمر اللي هو بيربطنا في اسيوبيا عن طريق هذا الاخدود طبعا تون محمد حتى اهل الصيد شعروا به وكان برضو التالي في نفس القيمة تون محمد يعني يبقى السؤال حضرتك يعني كون ما حدث في اليوم في توشكا وهذا انهيار هذا السد والتفريط في مليار 300 مليون متر مكعب من المياه المصرية العذبة هل تتوقع ان يعني ان وزارة الرأي تخرج علينا بأي بيان توضح لنا الحقيقة ام تبقى الحقيقة غائبة حسب ما يعني تابعت عن قرب وانت متابع جيد لمصار وزارة الرأي المصرية في ممضى يعني سيادة وزارة الرأي المصرية انها تعمل ما عايزة تعمله وهي عقبا ان الشعب لا يمكنه ان يحسبها على اي اخطاء فلذلك لا يهتم ما يقوله محمد حافظ او غير محمد حافظ المهم ان هم امامي فندم بينقذوا الاوامر وما اعتقدش واحد فني كوزير الرأي الحالي هاني سويلا معتقد اسمه ان هو مش فاهم لا ده فاهم كويس قوي طي ايه السبب ان انت ترمي مير بهذا الحجم في اربع تيام ترمي حوالي واحد وثلاثة من عشر مليار متر مكعب في وقت انت عندك مساحة تغزين كبيرة تكفل تمانية واثنين من عشر مليار ده سؤال انا ما عاقش اجاوب عليه ولكن فنيا المفروض انه هو ما كانش يعني ما كانش غير اراضي الفلاحين اللي هم طرعوا بيصوتوا النهاردة ويصرفوا في الجزيرة فده سؤال لازم المفروض لو في دولة فيها الشفافية المفروض انه وزير الرأي يطلع يقول ليه هو عمل كده ولكن بالطبع ما ننتظرش منه اللي حيطلع يعني دكتور محمد حافظ خبير السدود العالمي بنشخح ذلك جدا جدا على هزي المداخلة القايمة